الاستاذة مروى ان ليها زوج اخوها كان اخ عازب وبعدين فجأة دخل عليهم لقوه تزوج بامرأة كان هو في التلاتينات من عمره وهي في الاربعينات من عمرها ومعاها اولاد وخلف منها ولد تقول احنا مش مصدقين والام الاب بيقول انا مش اعترف بالزيجة والام بتقول انا عايزة اقول له يطلقها لا الكلام ده كله ممكن يكون حصل منه مش عشان هو حد وحش قد يكون قلة خبرة منه ما عندوش صديق حكيم او ما كانش حد قريب منه فينصحه ويوجهه لكن علينا الان دلوقتي احنا اماموا واقع علينا ان احنا نتعامل مع الواقع ده التعامل مع الواقع لا يفضي الى نقوله طلقها ده اختياره يتحمله هو اللي يتجوز وهو اللي شل المسئولية بهذه الصورة وهو اللي دخل في هذه القضية مش حضرتكم يعني هو لابد في التعامل مع هذا الواقع احنا بالعكس نقف جنبه ونساعده عشان ما يتفش ويعمل حاجة تانية زي اللي عملها دي ويقول اصنته مش هتوافقه فده معنان ما فيش حضن قريب منه او حضن دايما يحتضنه ودي مسألة محتاجة ان احنا نعيد حسابات في حاجات معينة ده قراره وهو اختاره ولازم نتعامل مع هذا الواقع وازاي يكون يتعامل معاه مع اقل ضرر واكتر نفع قدر المستطاع ودعمه لانه هو في الحقيقة مرتكبش محرم شرعي هو صاحب امر عقدة النكاح لا الوالد ولا الوالدة هو طبعا امر الزواج لما بيكون الاسر عرفة والناس متردية وبيبقى لانه تزاوج بين عائلتين اكيد ده الافضل وده اللي لابد ان يراعى وهو لم يراعي في ذلك الاعراف والتقاليد والعادات واحنا في الحقيقة برغم عدم مراعاته لا نملك لهذه التقاليد والامور الحسنة الطيبة في مجتمعاتنا الا انه احنا لا نملك له سوى النصيحة ولا يكون ابدا طلب الطلاق ده اسلوب جيد لانه هذا مما لا يجوز شرعا هو صاحب عقدة النكاح وهو الذي بيده امر النكاح ولا يكون الطلاق الا لسبب شرعي ضروري حتى ما عليه ان يتخذ هذا القرار هو اختار ويتحمل اختياره ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يرزق خير هذه الزيجة ويجنبه وشرهوا واكيد الوالد والوالدة مش هيروقوا بسهولة لان ده امر مش سهل على نفوس اي ابو ام ربه ابنه كبره وحب انه يفرح به هو تسرع مش لان الزيجة وحشة او الزيجة حلوة تسرع لانه اهمل الكبار يعني ما خدش دعوة من امه ما خدش رضا من ابوه لكن امر النكاح بايده هو لكن هو فاته هذه الحزوز او هذا التوفيق لدعاء والديه ورضا والديه عن امره فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والهداية وارجو التعامل بالحكمة مع هذا الموقف ان احنا في واقع وفي طفل وفي حياة ما يمكنش التعامل معها بالتفاصيل اللي حضرتك يعني اشرتي اليها يا ست مرات